يمن جديد متوافق متصالح مع نفسه يحمي حقوق الفقير قبل الغني حقوق الافراد قبل الجماعات هكذا وصف رئيس الوزراء بن دغر اليمن الاتحادي القادم اليمن الذي حسب تأكيده يرفض التقسيم والتجزئة والتقزيم كلمات مليئة بالتفاول في بلد مزدحم بالحرب والكوليرا والانقلاب والجماعات المسلحة ولم ينس من دغر في كلمته التي يلقاها في حفل فني بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير عدن دعوة المعارضين للدولة الاتحادية الى الاقتداء بالامارات البلد التي صنعت الاتحادية منها دولة ذات سيادة ومكانة كما قال في يوليوميا العام 2015 تحررت عدن لكنها وبعد عامين من تحريرها لم تستطع بعد ان تكون عاصمة مواقة لكل اليمنين الاوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية ظلت غير مستقرة فيها فالصراعات السياسية ونشو الميليشيات ساهم في عرقلة بسط الشرعية لنفوذها الامني والسياسي وهو ما خلق حالة من الفوضى والانفلات الامني وسط اتهامات لبعض المجموعات الامنية بارتكاب انتهاكات تصل حد الاختطاف والاخفاء القسري وانشاء السجون السرية والتعذيب الصراعات السياسية والامنية داخل عدن انعكست سلبا على سمعة المدينة والقت بظلالها السوداء على الوضع العام للخدمات العامة الخدمات التي تشهد تدهورا مستمرا وهو تدهور وصل الى حد الاعتداء على البنك الاهلي من قبل مسلحين يرتدون الزي الرسمي لاحدى وحدات الجهاز الامني ورغم كل ما حدث وما يحدث تبدو الشرعية واثقة من مستقبل اليمن الاتحادي لكن هذه الثقة ما تزال رهينة تساؤلات بدون اجابة عن جاهزية عدن السياسية كعاصمة مؤقتة لكل اليمنين